أهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة حزينة كائبة الفيديو ده والفيديو اللي جاي حلقات حزينة وكائبة ودروس حزن خالص وطبعا أنا بتأسف لكم عن لون الفسكوس ده كان مفروض أجي برداء أسود نهر ده هنتحدث عن الانترودرز in an ecosystem انترودر يعني دخيل ماشي they don't belong here يعني الكلمة دي بس عنوان فقط احنا هنستعمل مصطلحات تانية غير كلمة انترودر يعني والدرس اللي جاي حزنة أكتر وأكتر بتاع البيو اكيوميليشن ده بس لما نجيله يعني ماشي المهمة احنا المرة اللي فاتت قعدنا نتحدث عن جمال ال ecosystem وال interactions اللي بين organisms كتيرة وكل organism ل adaptations معينة اتكلمنا عن الكاكتس واتكلمنا ان ممكن adaptations تبقى ليها علاقة بالsurvival in cold adaptations ليها علاقة بالsurvival in الصحراء كده يعني في adaptations كتير وفي interactions كتير ولكن مش logic ان انا قعد احفظها لك كده كلها وهو مش طالب كده خلص منك في الاي جي الحمد لله هو بس طالب منك تفهم كده ايه؟ الاجابة بتاعتك تبقى رايحة على فين؟ الاجابة بتاعتك يشوفك فاهم يعني ايه adaptation اصلا ولا لأ وانا محتاج ال adaptation ده يكون ايه بالزبط علشان اعرف اعيش في الكولد كده يعني وهكذا المهم يعني النهاردة بقى هنخش في حدث ليها علاقة بقيه بشوية حزن انا سألتك المرة لفات السؤال وولتلك الكاكتس اللي هو الصبار عنده adaptations خلاص اتكلمنا فيها وبيحصل interactions خلاص اتكلمنا فيها ليه ما ينفعش الكاكتس اعيشه في رينفورست واتفقنا ان انا لو جبت شجرة عادية من الرينفورست ودتها في الصحراء هتموت الصحراء مش هتقدر تعيش لان هي في مفيش مية والدنيا حر عليها وهتخسر مية كتير عشان تبرد نفسها وهتنشف هتموت يعني ما تقدرش تعيش خالص في الصحراء هتقول لي طب الكاكتس يقدر بقى يعيش عندها في الرينفورست ليه بقى ليه ما ينفعش اوديه ليه ما بشوفش اصلا كاكتس في الرينفورست خلينا اجاوب لك على السؤال ده كده دلوقتي وبعدين ايه نرس المصطلحات ونحكي لك القصص الحزينة بقى اولا الكاكتس ده لو راح الرينفورست هل الرينفورست فيها مية الليلة يعني لا فيها مية حلوة فيها مية حلوة طب لو انا غرقت الكاكتس مية هيتنافخ مية ما فيش حاجة اسمية كده لا الكاكتس هياخد على قده وخلاص ايه مستر انت هتجنيني طب ما كده يقدر يعيش في الرينفورست اصبر يا حبيبي الفكرة يا حبيبي ان الكاكتس ده من ضمن الادابتيشنز بتاعته انه هو اقصر من بقية التريز هو لو راح رينفورست هتبقى قزمة خالص فده معناه ان بقية التريز هتحجب الـ Sunlight كده خلاص مفيش Photosynthesis خد التقيلة المية نزلت صح نزلت في السويل صدقني التريز التانية اشتر في شفط المية مش اشتر بص بلاش اشتر التريز التانية اسرع في شفط المية يعني الكاكتس ده مش بيشفط بسرعة زي التريز التانية التريز التانية عملة تخسر Water Vapor من الليفز بتاعتها فبتشفط مية اسرع انت هتاخد الموضوع ده في Stage 9 زي ما قلتلك فالكاكتس مش هيقدر يعني فيه competition صعبة جدا ما بين الكاكتس ما بين التانين دول والتانين اشتر مهما كان فيا فرحتي انا قلتلك انا كل يوم بديك طبق كشري بحطه عالصفرة كده تاكله لوحدك الكاكتس بيأكل الطبق كشري لوحده طبق يا فرحتي خدت الكاكتس قلتله ده انا هنزل عالصفرة 10 طبق كشري يفرح ولا يزعل المفروض يفرح بس يا فرحتي لما هنزله على صفرة فيها ناس كتيرة اسرع منك في الاكل مش هتطول معلقتين على بعض فاهم فعشان كده كان وحش بالنسبة للكاكتس انه يروح ايكو سيستم تاني انا عايز يعني كل ده اوجه نظرك على ايه هعلمك ايه النهاردة في الايكولوجي هعلمك ما بدأ همه جدا ان مفيش اورجانيزم وحش ماشي مفيش حاجة اسمها اورجانيزم وحش مفيش حاجة اسمها اورجانيزم ضعيف مفيش حاجة اسمها اورجانيزم قوي مفيش حاجة اورجانيزم جميل طبعا الكلام ده بيدايق ناس كتير يعني الاقي واحد طلعلي كده من اللاوير يقوللي امستر لا بقى فيه اورجانيزم وحش الفاردة وحش جداً أنا بقى ترعب منه وإيه اللازمته يعني واحد تاني يقولي السرصارة مستر ده السرصار ده كائن زبالة كائن معفن وإيه اللازمته يعني إيه اللازمته في الحياة بيعمل إيه يعني واحد يقولي الدبانة يو بافضل أهش يو نموسة قتلت بشر كتير وجابت مالاريا وعملت أمراض لا مستر معلش بقى وقف في أورجانيزم وحشة هقوله صدقني أنا ده اللي عايز أعلمهلك النهاردة بقى في الإيكولوجي مفيش أورجانيزم وحش ومفيش أورجانيزم حلو الصح دايماً إن انت تقول الأورجانيزم حلو في الإيكو سيستم بتاعه ركز بقى عشان إيه هندخل في العنوان دلوقتي الأورجانيزم حلو في الإيكو سيستم بتاعه يا مستر يعني الفار حلو الفار حلو في الإيكو سيستم بتاعه إيه الإيكو سيستم بتاعه ده اللي هو موجود فيه بالطبيعة ماشي إنما لو خدت إنت الفار ودته في إيكو سيستم تاني يا إما الفار هيموت مش هيقدر يتكيف وأنا كإيكولوجست هقول الحمد لله أنه مات يا إما الفار هتعجبه القعدة في الإيكو سيستم التاني وهيبهدل الإيكو سيستم التاني ماشي؟ صمعة الفران وحشة ليه وصمعة الصراصير وحشة ليه؟ لأن هي لما بتروح إيكو سيستم تاني بتقدر تتعايش وتبوز الإيكو سيستم التاني إنما هي في الإيكو سيستم بتاعها ليها مكان في الفودشين ما ينفعش تسيب مكانها ليها شوية انتر اكشنز في الايكو سيستم ده ما ينفعش تسيبها ده حاجة حلوة الارجانيزم حلو في الايكو سيستم بتاعه كويس اتعلمنا المبدأ ده سوا هو تمام طيب ماذا يحدث اذا انا اخدت بقى ارجانيزم في حتة تانية هيحصل حاجة من الاتنين ماشي يا اما مش هيعرف في ادابت وده انا كده بالنسبة لكا ايكولوجست احب الموضوع ده يا اما هيقدر يا ادابت وهنا الحزن بقى كله الحزن واحد حزين خالص بص حزن ايه ماشي ما فيش حزن اكتر من كده اكزامبل كده اكزامبل انا كا ايكولوجست رحت في افريقيا في السافانا جراس ماشي سافانا جراس لاند طبيعي هلاقي ايه واحدة هيقول لي طبيعي هتلاقي سود هقول لك جميل صح جميل طبيعي هتلاقي هايينز صح فعلا طبيعي هتلاقي الجواميس اللي هي شكلها كذا مثلا اه تمام صح طبيعي هتلاقي غزلان تمام تمام كل دول بنسميهم نيتف سبيشيز ركز بقى شطرتك في المصطلحات هتخلص لك الدرس ده نيتف سبيشيز كل دي نيتف سبيشيز في السافانا جراس لاند مفيش حاجة اسمها الاسد نيتف سبيشيز لا انا قصدي في السافانا جراس لاند الايكو سيستم ده الاسد نيتف نيتف من السكان الاصليين انت لو رحت السافانا هتلاقي اسد طيب هل انت لو رحت السافانا جراس لاند اللي في افريقيا هتلاقي بولر بير مستحيل مستحيل طب لو لقيت بولر بير هتقول لي بس يبقى ده مش نيتف سبيشيز ده في حد جابه ركز بقى في الكلام فيه بني آدم شخص جابه فيه ايد بشرية هي اللي جابته وهيجي ازاي هيهاجر هيعوم المحيط اكيد فيه حد جابه جابه بقى في سفينة جابه في طيارة جابه في اي دهية المهم كده في حد جابه ده مش نيتف طيب أنا كايكولوجيست لما تقول لي ان احنا جبنا بولر بير في افريقيا هقول لك حاجة من الاتنين هتحصل يا إما البولر بير مش هيعرف يا أدبت وساعتها أنا كايكولوجيست هقول الحمد لله هتلاقي بقى البولر بير الحر ما جاش معه سكة مش عارف يمسك اي بريا كلها أنا هقول الحمد لله يعني لو هو مات لو البولر بير زو ودينها افريقيا وماتت أنا كأيكولوجيست هقول الحمد لله ده كده ربنا سطر يعني كده العملة العملة السودة إن إحنا ودينا طلعنا أورجانيزم الإيكو سيستم بتاعه وديناه إيكو سيستم تاني ومات أنا كده هقول ربنا سطر العملة السودة دي ربنا سطر الحمد لله ما قدروش يعمله أدابتيش إنما كرسى الكبرى وهو ده العياض بقى لو الأورجانيزم اللي أنا طلعته من الإيكو سيستم بتاعه وديته إيكو سيستم تاني دخيل على الإيكو سيستم التاني هو وعمل يا نهار اسواح على هيحصل خدت بالك من قصص خدت بالك من قصص طيب تعال نكتب كده هاو تو فريز بقى انا حبيت افاهمك الاول كويس وحكي لك قصة بس فيه ثلاث مصطلحات مهمين كده عايزين ايه نرسهم ونفاهمهم لك اولا نيتيف سبيشيز هتقول لي سبيشيز ذات ركز فاوند ناتشرالي لو سمحت ركز في الكلمة دي عشان دي اللي مكتوبة في الماركس كيم ناتشرالي ان ان ايكو سيستم يعني ايه يعني انا رحت لسونران ديزرت مش احنا خدنا لقيت فيها كاكتس الكاكتس نيتيف سبيشيز ان سونران ديزرت طيب لقيت فيها كانجرورات الكنجرورات نيتيف سبيشيز ان سونران ديزرت طيب لقيت فيها اسد ايه يا عام ده لا يصطل الاسد مش نيتيف سبيشيز في السونران ديزرت ساعتها انا كايكولوجيست هخاف هقولك ثانية واحدة الاسد ده هايبقى مقدرش يعمل ادابتيشن الحمدلله يا اما قدر يعمل ادابتيشن وتبقى ليلى زرقة وهنعرف ليه يا اما الاسد عجبته القاعدة هناك وهتبقى ليلى طين ان شاء الله ماشي ففهمت يعني ايه نيتيف سبيشيز مفيش حاجة اسمها الحيوان نيتيف الحيوان ده مش نيتيف لأ كل سبيشيز في الدنيا هي نيتيف في مكان معين ماشي والكلمة دي حلوة الكلمة دي الحبها نيتيف سبيشيز لان ده معنى ان اي ارجانيزم تاني بكررها لك اي ارجانيزم حلو في مكانه واي ارجانيزم وحش في غير مكانه لو هو في اي مكان تاني غير مكانه الاصل فنيتيف سبيشيز لما يقولك معناها ايه تقوله سبيشيز that are found naturally in ecosystem naturally بالطبيعة ربنا خلقها هنا ماشي طيب كده بقى ناخد مصطلح اخر اسمه introduced species تركز عشانه مصطلح التاني والتالت بيخشه في بعض ساعات ماشي introduced يعني ايه introduced يعني انا جبت بولر بانا خلي بالك لازم واحد بشري لازم ايد بشرية هي اللي تدخل مفيش حاجة اسمها introduced species من غير تدخل بشر فانا بنفسي جبت البولر بير وديته افريقيا او انا بنفسي جبت الكاكتس وديته رين فورست او انا بنفسي خدت الاسد وديته سونر ان ديزرت انا جبت اي حاجة وعلى فكرة هو الفران اصلا منتشرة في العالم بسبب الموضوع ده هي بس كان من غير قصدهم يعني البشر من غير قصدهم في السفن وهم بيسافروا كان الفران بتعشش في السفن فتوصل البلد التانية فتبقى مش native تبقى introduced في البلد التانية وللأسف الفران بتبقى قادر تعمل تعمل adapt فبتبقى وحشة لان هي مش في مكانها مفيش حاجة اسمها الفار وحشة الفار جميل تمام؟ طيب قولي بقى how to phrase بقى لازم تبقى عارف ازاي تكتب introduce species دي واحد هيقولي يا مستر راح عكس الكلام species that are not found ايه بقى naturally برضو naturally مهمة in an ecosystem بس بعد اذنك مش انت عكست الكلام زود حيت but was ركز introduced by humans by humans to this new ecosystem ecosystem ماشي؟ يعني لازم تفهمني انك عارف introduce species دي ما بتحصلش كده فيش حاجة اسمها تلاقي species موجودة في ecosystem مش بتاعها إلا وكائن بشري هو اللي حطها ماشي؟ انتو عارفين انا بعد الحصة ما تخلص دي انا دايما باسمع الكومنت ده من الطلبة بتقولي يا مستر ثانية واحدة انتا جاية تحكيلنا على intruders in ecosystem ان احنا حاسين من الدرس ان ال intruder الحقيقي هو البناء ده وبصراحة اه فلسفيا بقى تعلنت فلسف شوية الايكولوجيست بيكرهوا الانسان بيكرهوا الكائن اللي اسمه انسان هو قص الفساد كله فساد الايكو سيستم بسبب الانسان يعني يعني ممكن يبقى بسبب ال species الجديدة بس ال species الجديدة من اللي جايبها الانسان يعني لو رجعت دايما لاصل المشكلة هتلاقي اصل المشكلة هو مين الانسان فهمت يعني ايه مصطلحين دول native species species موجودة ده ما كانها الاصلي introduce species يعني intruders يعني species مش ده ما كانها الاصلي طب هي جات لوحدها كده لا لازم by humans by humans ال humans طبعا هتقول لي ممكن ال humans قصدين وممكن مش قصدين اه بس لازم يبقى فيه human هو السبب تمام طيب خش بقى عالكلمة المهمة اللي مفيش امتحان بيخلو منها الكلمة دي مهمة جدا invasive species ركز دي اوعدك مفيش كوز ولا فيه امتحان ولا فيه ايه بتنجا هيجيبه الدرس ده هيسألك في ال invasive species اوعدك ماشي هي دي اصلا كل الحكاية كلها ايه موضوع ال invasive species والله انا قلتلك في النص كده لو انت فهمت ان ال introduced species الكائن اللي انا جبته جديد في الايكو سيستم يا اما مش هيعرف يعمل adaptation ودي انا كايكولوجست بكررلك بقول الحمدلله يموت ويغور في الستين ده انا جبت كاكتس في رينفورست ومات ليعم الحمدلله يا عم ربنا سطر ربنا سطر انت بتجيبش بقى organisms تاني اتعلم بقى من غلطك انما المصيبة لو هو قدر يأدابت ايه اللي هيحصل هيترقى يبقى احفظ كده معايا ان ال introduced species دي لو ما تكيفتش هتموت والحمدلله تغور في ستين ده لكن لو تكيفت هيحصل لها ايه هتترقى ال introduced species هتترقى وتبقى invasive species فهمت يعني ايه invasive اللي عاشت يعني ايه برضو انا مش هقول له كده في ال definition انا بفهمها لك بس invasive species هتقول introduced species ما هي ال introduced species بس ايه بقى ذات ركز بقى ركز عشان هنكتب كم جملة مهمين جدا ذات widely spread ادي اول جملة مهمة widely spread مالفارة صاحبي widely spread الصراصير widely spread انا ياسف انت طبعا بيتك نظيف يعني بس الصراصير يا ابني بتتكثر بسرعة جدا عارف هي كمان من ضمن الاسباب اللي widely spread وهنكتبها ومهمة جدا no predators 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 to eat them to feed on them دي مهمة جدا no predators انت عارف انت لو وديت كائن في ecosystem والكائن ده مفيش predator في ال ecosystem الجديد مفيش predator native ياكله ابصملك بالعشرة ده هيبقى invasive ان شاء الله خلاص كده لو adapt خلاص بقى invasive البس يعني انت جبت الفار في مكان مفهوش كائن native بياكل الفران الفار هيفضل يكتر يكتر ومفيش predator ياكله هيتحوق هيترقق بقى هيترقق هاخد الرطبة من introduce ده هيترقق ويبقى invasive خلاص وفي كلمة تانية كمان لو سمحت هتحتاجها في اجابات كتير الكلمة دي كلمة دي هتحتاجها في اجابات كتير وبتقولك كمان compete native species for resources يعني ايه؟ يعني compete جاية من competition ماشي؟ انا دلوقتي مثلا غزالة native باكل الجراس الناتف ماشي؟ جبتولي ارنب introduced هو وراخر ابتدى ياكل الجراس بقى فيه مسابقة بيني وبينه بقى فيه صراع على الجراس انا بكت باكل الجراس لوحتي انتو جبتولي واحد يعملي competition compete native species for resources انتو جبتوا كائن من برا يخلص الريسورس احنا نقصين احنا فيه توازن فيه بالانس انت كده بواست البالانس كده الجراس هيخلص كده الغزالة مش هتلاقي اكل كفاية فهيعددها هيقل فالبردتور بتاعها عددها هيقل فالبس يلا لبس الايكو سيستم كده في الحيطة وكل عاموا انتم بخير بقى ركز بقى في الايكو سيستم اللي جاي مع السلام عليكم كلمة خطر وهتحتاجها في اجابات كتير compete native species for resources competition for resources اخر حاجة نكتبها ماشي هارمز native native species وده خلاص يعني يعني انت لو عايز تقول introduce species that harms native species طيب انا مستر خايف لما ييجي يسألني اقول له introduced species واكمل الكلام ده فانا عايز اكتبله الديفينيشن ده الاول وبعدين اقول له widely spread مفيش predator يقولها compete for resources اقول لك انت كده احسن يعني كده يفضل انا دايما اعلم اصلا كده ان انت لما يسألك انهما they don't belong here يعني they are not found naturally plus اترقت بقى يعني هي بتقذي بقى widely spread no predators to feed on them compete for resources فهمت يعني ايني invasive species طيب انا دلوقتي عندي اكزامبل في الكتاب حلو قوي كان فيه في نيوزيلاندا شوية طيور عايشة في ecosystem حلوة جدا وهذه الطيور يا فندم كانت بتبيت بيضها عالارض مش بتعمل عشة عالشجرة وتبيض عليه لا كانت بتبيت بيضها عالارض ليه؟ هو الايكو سيستم مفهوش كائن بيأكل ببيض تمام؟ كانوا البريدترز بتاع الطيور محدودين خالص يعني في هذا الايكو سيستم اللي في نيوزيلاندا ده الكلام ده حقيقي ماشي؟ فنيوزيلاندا للأسف جم شوية سيلرز هبل ماخدوش بالهم ان فيه عرس في المركب بتاعتهم طبعاً هابا اهزر العرسة اسمها ويزل ماشي؟ الكائن الكائن العرسة اللي انت بتشوف في الشارع بتعبتكو ده انا اسف سوري الشارع اللي هو مش بتعبتكو عشان بيتكو نضيف الشوارع التانية اللي مش نضيفة يعني بتشوف فيها العرسة ده كائن اسبل متين مرة من الفار ماشي؟ كائن صعب جداً زي ما هنشوف الكبير بتاعه شوية اسمه ستوت ماشي؟ فلك انت تخيل العرسة ده اساساً كائن صعب جداً لما اقولك الستوت ده هو كبير بتاع العرسة كائن بس سبيشيز مختلفة يعني مايتجوزوش من بعض فالستوت ده كان مستخبف المراكب اللي رايحة نيوزيلاندا اللي فيها الايكو سيستم بتاع العصفير اللي بتبيد على الارض فهذه العصفير بيضة بيضها على الارض وجومل ستوتس العرسة الكبيرة نزلت من المركب نزلت في نيوزيلاندا قالت ايه ده؟ الله حفلة بيد بيد على الارض ببلاش يلا يا ابني كل واحد يشق بيضة ويقعد بقى يشهيص نفسه فطبعاً البرد تبقى بايدة البيضة وفجأة تلاقي ستوت هاجم عليها تعمل ايه؟ لو دفعت عن البيد هتتاكل هي رو اخر ماشي الستوت ده كان صعب يعني هنشوف دلوقتي فيديو مع بعض هنا فالبيد بقى بيتاكل فواحدة واحدة فيه تيور اختفت خلص في نيوزيلاندا اختفت مبقيتش موجودة معدتش موجودة مش بس كده في نيوزيلاندا مفيش حاجة تاكل الستوت no predators الله no predators تمام؟ والاكل ببلاش wide spread مفيش predator مفيش حاجة تقلل عدد الستوت وفيه كذا حاجة بتزود عدد الستوت الاكل ببلاش ماشي وحصل competition for resources ما هو خلي بالك الـ birds دي كانت ليها بريدترز بس بريدترز محدودة فبقى فيه competition ويعني غالبا انا كايكولوجيست مضطرة اقولك ان غالبا لما بيبقى فيه competition ما بين invasive species species ترقت وما بين native species اللي بيكسب هو الـ invasive يعني لو فيه ستوت بيأكل الـ birds دي وفيه كائن تاني native بيأكل الـ birds دي هتلاقي اللي كسب الـ competition هو الحج ستوت ماشي وطبعا هو كده هارمز native species وهارمز دي ايكو سيستم وهيضطرب الايكو سيستم على دماغ على نفوغ كل الـ organism طيب اخر سؤال بقى هو هنقفز هنا هو ماشي ونبخدنا كده كل المعلومات يعتبر واحدة هيقول لي بقى واحدة هيفتكر نفسه ايكولوجست وهيقول لي بس يا مستر سهلة انت عامل حكاية ليه؟ ما تيجي نشوف الـ stouts ده مين اللي بيأكلوا؟ مثلا مثلا نوع من التعبين نوع من التعبين ممكن يأكل هذا الـ stouts سهلا مستر سهلا مستر هات نوع التعبين ده والدين نيوزيلاندا هيلقي ستوتس بالهبل هيفضل يأكل فيهم هيخلص لك الـ stouts بس ايه رأيكو في الحل ده؟ ايه رأيكو في الحل الجميل ده؟ طبعا هذا الحل للأسف للأسف في ناس كانت جهلة ونفزت هذا الحل ماشي طبعا احنا في الـ ecology لما بنبص على حل زي ده بنقول ما هذا الهطل وما هذا الهرقى يا حبيبي التعبين اللي انت جبتها دي ركز كده التعبين فكر كده احنا خدنا درس مع بعضنا التعبين دي native لا مش native دي introduced الله 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 لا استنى بقى استنى بقى خلق هوا انت عايزنا نكمل إجابة هوا انت عايزنا نكمل إجابة ما هو التعبين دي introduced هتقدر تعمل أدابت ولا لأ ما لو لأ يبقى ملهاش يبقى أصلا ربنا سطر ماشي؟ بس يبقى ملهاش لازمة كمان انت كده معملتش حاجة إنما تبقى مصيبة بقى لو التعبين دي قدرت تعمل أدابتاشن وخدت هي رخ ركالة الستوتس اللي انت دخلتها في نيوزيلاندا يا نهار تينا وبقت التعبين هي نفسها invasive species وبقت التعبين نفسها هي widely spread وبقى مفيش predators to killها وبقى هي بتعمل competition for resources وتقذي native species انت عبيت يا لا عبيت حد يعمل كده انت كده عملت ايه عارف انت كده عملت ايه؟ قلت لهم ايه ده؟ هو فيه invasive species ستوتس هي رأس كبيرة تعال ان بدل تعال ان خلي ال invasive species تعبين انت كده بدلت بس يعني كده انت عملت تبديل طب يا مستر جنان تاني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما هي فعلا مشكلة كبيرة والايكولوجيس حاليا مش لقين لها اي حل غير ان انت تمشي بالطبنجة وتقعد كل ما تشوف ستوت تطخوا يا مستر عيب حقوق الحيوان ومش عارف ايه معرفش ايه حقوق الحيوان الرفق بالحيوان بص انا بتكلم في علم ايكولوجي عايز تسمع ايكولوجي ما لهاش حال غير ان انت تمشي بالطبنجة وتقعد تقتل الستوتس واحيانا الحركة دي كمان بتبقى useless ليه؟ عشان اقولك يعني لو فيه مثلا خمسين ستوتس بيتولد كل يوم وانت كل يوم بتقتل ثلاثين ما انت كده بس بطقت السبريدينج بتاع الستوتس انما انت عشان تقضي على الستوتس انت محتاج لو فيه كل يوم خمسين ستوتس بيتولد انت تقتل مئة ستوتس ماشي؟ كده انت بقى كمان ما تستعملش كلمة extinction معلش؟ يعني ما تقولش كلمة extinct يعني الكلمة دي غلط كلمة extinct معناها ان الكائن يختفي من على وجه الارض ما تقولش مثلا ستوتس extinct from نيوزيلاندا ايه؟ ايه؟ لا ده فلح ايكولوجي ده ده كلام فلاحين لا الصح ان انت تقول eradicated ماشي؟ eradicated دي الكلمة الحلوة بص مش لازم تستعمل eradicated المهمة ما تستعملش extinction لان extinction معناها تختفي من الكوكب تمام؟ فانت لو عايز تعمل eradication للستوتس هتمشي بين قدمين بالطبنجة بسيوف بشبك تصطادل استوتس تعمل مصايد للستوتس بس انا كايكولوجيس ما عنديش اي حل تاني انت بقى هتتهبل وتطهطل وتقول انا هجيب مش هي يا مستور مالهاش بريدتور انا هجيب لها بريدتور يالا البريدتور ده هيبقى introduce دي يالا يالا ده ممكن يسألك السؤال ده ليه ما ينفعش ممكن بقى يحكي لك قصة تانية خالص يقولك فيه دفضاعة وحشة وراحت ايكو سيستم اسمها كين توتز الدفضاعة يعني وعملت وعملت وسوت ازاي تقدر ليه ما ينفعش ليه ما ينفعش نجيب سحالي تاكل الدفاضع دي يسألك السؤال ده وانت بقى تقول ايه ده ما هو ينفع لا يا حبيب ما ينفعش قوله السحالة هي رخرة هتبقى introduced وممكن تبقى هي رخرة widely spread في الايكو سيستم وتبقى invasive هي رخرة وتقزي native species ده ممكن السحلية اللي انت تجيبها معلش يعني هي رخرة تاكل native species ماشي مش هي نفسها ممكن تاكل native species فطبعا مرفوض تماما ان انت تجيب يعني كفاية الغلط وجبت الستوتس مش عايزين بقى ايه نغلط تاني اكتر يعني ساعات الواحد بيحاول يصلح الغلطة بغلطة ده كماعة مرفوض جدا في الايكولوجيا على اقل مليش دعوة يعني ايه بالحاجات التانية يعني ماشي فتعالوا نشوف كده الستوتس ونختم نختم كده النهاردة يعني كفاية حزنة كده لحد النهاردة مشاكل ملهاش حالة دايما في الساينس بتبقى حصص حزنة يعني فتعالوا نتفرج كده بيقولك new species in an ecosystem ماشي طبعا دي اللي هي introduced ماشي فالintroduced دي بقى لو هي ما قدرتش تعيش ما قدرتش تتكيف ايه اللي هيحصل الايكولوجيست هيقولك الحمد لله الحمد لله انها ما قدرتش تتكيف تغور في الستين ده هي وتموت انما انا اخاف لو هي تعودت وعملت ودخلت في الانتراكت دخلت في الناتورك بقى ماشي بيقولك how does the new species fit into the network of interactions اكيد لو هي قدرت تعمل في الناتورك اكيد هتطربة الناتورك على دماغ ال species كلها اكيد مش هتبقى حاجة حلوة عمره ما introduced species تبقى محضر خير ابدا فبيقولك فيه نيوزيلاندا دي بلد في المحيط الهادي قريبة يعني من استراليا ماشي 66 million years لما نيزك درب الارض ماشي بيقولك قبل ما الهيومنز يوصلوا نيوزيلاندا اصلا ما كانش فيه ماملز يعني ما كانش فيه ماملز بتاكل ال birds يعني ماشي فالnative species of birds كانوا بيبيضوا على الارض اهو ماشي bird في امان الله والدنيا حلوة يروح جاية بايدة على الارض ماشي فالأجزبت كانت بتبقى سيف لان مفيش بريدتر ماشي احنا مش عارفين امتى وصلنا نيوزيلاندا بس لما وصلنا نيوزيلاندا اكيد وصلنا بمركب هذه المركب كانت تحمل هذا الكائن ايه ده يا مستر ده هو ده العرسة الكبيرة ده شكله كيوت ايه يا حبيبي مش شكله كيوت ده سوفاك فيديو دلوقتي حبيبي هذا هتعرف قديه هو كيوت يعني الكائن اللي مش عاجبك ده حبيبي لو هو الكائن ده مثلا ا۲ كيلو مثلا فهو بيأكل ١٠٦ كيلو في اليوم ماشي الكائن اللي مش عاجبك ده لو هو ١٠ كيلو بيأكل � ٨ كيلو يعني ثلاث اضعاف وزنه في اليوم ٢٠٥ يعني كارنيفور طيب تعال نشوف هذا كائن الكيوت لا أنا عايز أشوف الفيديو التاني أيوة هو ده هذا كائن الكيوت ستوت ماشي هعرفك برضو الفرق ما بين الستوت ده والعرسة يعني ماشي الستوت ده كائن هتبقى بطن وبيضة وظهر وهو الأسويت كائنة هو شكله كيوت خالص يا مستر إيه ده الله آي نعم جسمه كده ملز لز وطاري شبه العرسة بس يعني كيوت يا مستر مالو لا يا حبيبي مالو دي بقى أنا فهمتها لك في أول الحصة مفيش أورجانيزم بص سنانو كارنيفوري كارنيفوري يعني أهو ده الويزل ماشي ده الويزل الويزل أهو ماشي إنما الستوت ستريت أكبر منه شوي الويزل هو العرسة بتاعتنا اسمها ويزل فعلا لما الستوت ده بقى ده كبير بتاعه مفيش كائن وحش ومفيش كائن حلو إنما كل كائن حلو في الإيكو سيستم بتاعه ووحش برا الإيكو سيستم بتاعه تمام؟ مبدأ هام في الإيكولوجي أرجوك اتعلمه بس فهذا ده يلاقي البيضة فالستوت يأكل البيضة كده فريسة سهلة ويخش في الجحور ما بيتعبش يعني الراجل يعني راح إيكو سيستم الدنيا مريحة فيه بس فيخش يسطاد ويأكل ويتجوز يتجوز بقى ويخلف كتير ويخلف الستوتس كتير جميلة بيأكل كائنات أكبر منه شغال مفيش مشاكل عصفير نفسها شغال الأم اللي اتدفع عن بيضها تعالي كل أرنبه يأكل أرنب بص الأرنب بكبر منه فعلا ماشي يأكل السمكة شغال يعني ما عندوش أدنى مشاكل يعني يأكل كائنات فعلا أكبر منه حجما طب يا ميستر يبقى الستوت وحش والله الستوت في الإيكو سيستم الأصلي بتاعه ما يبقاش وحش إيه ده ما هو بيلعب هو مستر وكيوت وجميل آه حبيبي بيلعب وجميل ده عايز أقولك حاجة ده من ضمن الميكانيزمات بتاعته يعني بس آه من ضمن الميكانيزمات بتاعته إنه هو يفضل يتنطط كده فالأرنب يقول إيه كائن اللهبل ده فاهم أنا مش خايف منه الأرنب خايف من المجهول فيه حيوان جديد داخل عليه إنما لما يقعد يلعب كده قدامه ويتنطط ويبقى مش خايف ما يخافش بقى الأرنب ولكن الستوت يروح منقض عليه وقتله وواكله فيعني الستوت بصراحة جاء خلوها خلى خالص يعني خلوها خلى لازم الحل بقى الحل إن انت تروح جاي تخخهم أنا كأيكولوجست ما عنديش حل تاني يا مستر طب نجبلهم بريدتور خلاص بقى ده 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 خطل ومش هرد عليه بقى خلاص يعني الدنيا بقت بقت يعني واضح تمام ويبكده نبقى أنهينا لسن من لسنز الحزن ماشي صدقني صدقني اللسن اللي جاي حزن أكتر من هذا وده كان يعني مثال لإزاي أنت يا بني آدم يا إنترودر بتسبب الخلل في الإيكوزيستيمز والإيكولوجي تكرهك صلح من نفسك يا بني آدم وبلاش الأخطاء دي والجهل هو اللي هيوديك في دهيا لأن أنت أساساً أول واحد محتاج الإيكوزيستيمز يعني أنت أول واحد محتاج صحة الإيكوزيستيمز ماشي لأن أنت بتقدر تستفيد بأي ريسورس في أي مكان على وجه الأرض مش كل كائنات زيك كده فأنت يا حبيبي حافظ على الإيكوزيستيمز يعني أنت حافظ على الريسورسز وما تجيبش إنترودوز سبيشيز في أي حتة وأخيراً ما تظلمش أي كائن ما تقولش الفار وحش السرصار وحش الكلام ده وحش لأ اتعلم الأورجانيزم أياً كان مهماً كان هو أورجانيزم جميل ربنا الله خلقه جميل في مكانه يطلع من مكانه يسبب بقى إيه بلاوي زرقه زي ما احنا شرحنا النهاردة موعدنا في لسن الحزن المرة القادمة الفيديو القادم أكتر لسن حزن في اللور ساكندري بيتكلم عن بايو أكيوميليشن أنا كلمتك لما كان كائن غريب دخل الإيكو سيستيم أنا بمرة جاهة أكلمك عن السابستانس الغريبة لما تخش الإيكو سيستيم ومش أي سابستانس غريبة سابستانس ما بيقدرش الديكمبوزرز يكلوها سابستانس ما بتقدرش تهدمها سابستانس بتفضل تعمل بيلد أب بويزونز توكسنز لما تخش الإيكو سيستيم إيه قصتها وبناتعامل معها إزاي وليه دخلناها يعني هتلاقي مين اللي دخلها إنسان إحنا في الإيكولوجي نكره الإنسان فالمرة الجاية جهز دموعك كده كويس عشان هنعيط لسن حزن شديد المرة القادمة هنتحدث عن البايو أكيوميليشن سلام